تباينات قراءة مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وبين السعودية بعد خفض إنتاج النفط ليست موجودة فقط بين الجمهوريين والديمقراطيين في أمريكا فمنذ لحظة إعلان قرار أوبيك بلس والتحليلات الصادرة عن خبراء ومراقبين غربيين ما تزال تتوالى واحداً تلو الآخر إذ يبدو أن قرار أوبيك بلس وخيارات السعودية وضعت هؤلاء الخبراء في مأزق تحليلي يصعب معه التنبؤ بما سيحصل لاحقاً آراء الخبراء في هذا الإطار ذهبت في اتجاهين غير متوافقين فبينما ذهب البعض إلى حد تحريد الرئيس الأمريكي جو بايدن على محاسبة السعودية بشدة اعتبر البعض الآخر أن الخلاف مؤقت وأن الدولتين حليفتين وأن هذا التحالف لم ينتهي آرون ديفيد ميلر وهو باحث أمريكي وديبلوماسي سابق نشر مقالاً في موقع فورين بوليسي حرض فيه بايدن ضد السعودية ميلر قال أن السعودية قررت خفض أنتاج النفط رغم أنها تعرف أن ذلك سوف يضر بالمصالح الأمريكية الكاتب شن هجوماً شخصياً على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلاً أنه شخص استبدادي ولديه الكثير من القواسم المشتركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينج بنك الباحث تابع كلامه محذراً أمريكا من إنهاء تحالفها مع السعودية لكنه شدد على ضرورة فرض عقوبات عليها ميلر قال أنه على بايدن استخدام التهديد الحقيقي ضد المملكة كسحب القوات الأمريكية من السعودية ووقف مبيعات الأسلحة لها لكن على عكس ذلك اعتبرت الباحثة أنيل شانيل من معهد كوينسي أن الرياض لن تستمر بخفض إنتاج النفط لأن ذلك سيدر بها كما اعتبرت أن واشنطن لا تستطيع المبالغة في ردها على السعودية لأنها ستبقى دائماً بحاجة إلى نفطها أما الباحث بروس رادل من معهد بروكنس فقال أن بن سلمان شخص يحب الدراما وقد تدخل في الانتخابات الأمريكية بخفض الإنتاج وزيادة أسعار النفط لكن مع ذلك اعتبر رادل أن الأمر لم ينتهي بين المملكة وبين أمريكا قائلاً أن السعودية يمكنها إعادة إصلاح الوضع بالقيام بخطوة تحسين في ملف مرتبط بحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر